طيب دي اخبار خاصة بالنادي الاهلي عندنا بعض الاخبار ايضا لنادي الزمالك اللي بيستعد بقى لكأس مصر دور ال 32 امام فريق بروكسي هي اوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك كان يعني بالنسبة له وجود السوبر بالنسبة له كان ممكن تبقى معرفة بي بشكل قوي ولكن ده ما حصلش المعرفة هتبقى موجودة من خلال بطول الكأس مصر ونادي بروكسي في دور ال 32 في الامور الخاصة بقى بالكرة المصرية هنشوف بقى فكرة الاستعداد اللي فيه وطبعا بيتمرن بيتمرن مع العيبة بعض اللاعبين بالنسبة له بيعودوا من الاصابات تأهيلات حاجات كتير جدا الراجل بيحاول يلمها في الفترة اللي فاتت اخر ماتش دي كان طبعا سيراميكا وقدر طبعا ان هو يفوز حاجات كتير خاصة به هذا المدرب اسوريو للبعض والناس بتقول يعني القريبين جدا من الفريق سواء اللاعبين او مشاهدين يقولك مدرب كويس بيشتغل كويس قوي عنده فكر هنشوف بقى الفكر ده في الفترات القادمة مع نادي الزمالك ناصر منسي احد اللاعبين بقى المهمين بالنسبة له نادي الزمالك في الوقت الحالي بيتأهل بعد اصابته في الفترة اللي فاتت أنا عنده اصابة واتطمينه عليه من خلال اشعة ودلوقتي فيه برنامج تأهيلي بالنسبة له يعود سريعا الى الفريق واعتقد زي ما بقولك وهو هداف النادي الزمالك في الوقت الحالي يعني جمهور النادي الزمالك شايف ان كل ماتش هو بيجيب جول هو دلوقتي المنقذ في الجزء الهجومي اللي بقى فيه ضعف شوية فكرة الزمالك ووصوله للمرمى واحرازه الاهداف كان فيها ضعف الفترة اللي فاتت ناصر منسي بشكل كبير حلها من خلال اهدافه في الفترة اللي فاتت طيب النهاردة كان الزمالك بيلعب كنشاسة طبعا فيه كرة اليد رجال بطولة السوبر الافريقي حقيقة بكرة ان شاء الله بهذا الفوز نادي الزمالك في كرة اليد رجال على كنشاسة هيلعب الاهلي بكرة على نهائي السوبر سوبر اهلي وزمالك اهو كنا مفروض نشوفه مبارح لكن ما شفناهوش هنشوفه فيه كرة اليد بكرة بأمر الله وتبقى مباراة جميلة كلنا منتظرين هذا اللقاء بأمر الله في نهائي سوبر اليد الافريقي ما بين الاهلي والزمالك